الرئيس السيسي يواجه بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء ثمانية ألاف وثلاثمائة وحدة سطنية بمدينة القدس البيت الأبيض يقول أن ترامب مستمر بالطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الثالث صباحاً الواحدة بتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة خاصة في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشهيد جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصة الحديد والصلب والإسمنت والسيراميك أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن إدانة مصر لإعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 واحدة استطانية جديدة بمدينة القدس وذلك باعتباره خرقاً جديداً لمقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ميزانية المملكة لعام 2021 وأعلن العاهل السعودي أن الانفاق المعتمد من هذه الميزانية يبلغ 990 مليار ريال فيما تقدر الإيرادات بـ 849 مليار ريال وذلك بعجز يقدر بـ 141 مليار ريال ما يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى أكد الملك سلمان أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية لجائحة كورونا على المواطنين والاقتصاد مشدداً على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة ألغى البرلمان التونسي جلسة عامة كانت مخصصة للنظر في مشروع لائحة تجرم الإرهاب وتكفيف منابعه وحل الأحزاب وكذلك الجماعات الداعية والداعمة له وذلك لعدم اكتمال نصاب الجلسة من جانبها قالت عبير موسي رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر التي تقدمت بمشروع اللائحة إن إلغاء جلسة البرلمان بعد يعد وصمة عار في تاريخ الدولة التونسية والذي يرفض برلمانها إصدار موقف يدين تبيض الإرهاب ولا يريد تكفيف منابعه وتفكيك منظومته قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن مستشار البيت الأبيض جاريت كوشنر سيزور المغرب وإسرائيل الأسبوع المقبل على رأس وفد أمريكي لإجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن المسؤول الأمريكي قوله إن الوفد الأمريكي سينضم إلى وفد إسرائيلي وسينتقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة بين تل أبيب إلى الرباط وذلك كعلامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين إسرائيل والمغرب والذي ساعد كوشنر في التوسط فيه قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي مكاني إن الرئيس دونالد ترامب مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية جاء ذلك رداً على سؤال عن رد فعل ترامب على تأكيد المجمع الانتخابي أن الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة قالت وكالة رويترز للأنباء إن أكثر من 72 مليون و110 ألاف حالة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من مليون و623 ألف حالة وتصدرت الولايات المتحدة القائمة تلتها الهند ثم البرازيل في المرتبة الثالثة في محلة روسيا في المرتبة الرابعة أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 236 وفاء جديدة بفيروس كورونا في زيادة يومية قياسية في عدد حالات الوفاء بالفيروس ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى أكثر من 16 ألف حالة كما أعلنت الصحة التركية تسجيل أكثر من 32 ألف إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نهاية الموجز وفي النهاية نحيطها للمساعدة المشاهدين بأن تردد أكسرا نيوز HD و12303 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي شكرا لكم على حسن المتابعة